الاشر اليستفاندي اللي بترموه دهو يا جماعة مليان زيوت مبيضة رهيبة انا لما سلقته مع البطاطس ياس عنده لما سلقته مع بطاستايا صغيرة في شوية مية وضربته بالبلندر نعمته خالص ولميته بشوية نشا ده ماسك بتحطيه في برتمان في التلاجة تاخدي منه تعملي على طول تاخدي منه تعملي على طول ما بيجررونش حاجة انا عايزة سيروم فانا بقى عشان كده حاجة سأسأل السيروم اللي انا عملته اصلا اللي هو من قشر البرتقان انا حطيته في برتمان مع شوية زيت جزهند وقفلته وحطيت حمام مريم مية وسبته في مصفة نصف ساعة اتحول بزيت البرتقان سيروم البرتقان سيروم الطبيعي الطبيعي من قشر البرتقان او قشر المندرين هزود بقى مع المية دي هزود مع المية دي اليوستفند 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 هزود بقى مع المسجد الميت الخيار والبطاطس هزود عليها ميت روز انت تقدري تبدعي انت دلوقتي خدت المفتاح وحطوهم عندي وبالقطنة الصبح وبالليل بس لازم علشان تتأكدي ان هي كمية على قدك كل اسبوع وكل اسبوع تعمليه انت ترمي لا مش انت ترمي دي مش انت ترمي خاص احنا مش عارفين حاجات كتيرة واطراف الشعر رفيع استاذة جليلة التاني جليلة محمود المحامية بتقولك استاذة جليلة اشكرك على هدية اللي وصلت في القوتيل انت جيتي وشرفتيني في القوتيل فكرا الناس يعني هي ماسكة ارع العسل بسرعة عشان يبختموه عسل احنا سادة هتتربى ماسكة ده ارع العسل يا جماعة هو العسل الاصلي المستخرج منه اللي هو اصلا ممكن يطري البشرة ويطري الشعر الاطراف الدامج الاطراف اللي اسمها ايه المتقصافة الاطراف المتقصافة دي بيكون نتيجة اهمال في ان انت ما بتعمليش حمامات كريم او حمامات زيوت كل اسبوع اوكي اولا انت سبغتي فارحان موت باللون يس دلوقتي انت بعد لما سبغتي قبل متخسلين شعرك الاسبوع اللي بعد السبغة لازم تتأكدي انك محتاجة ماسكة لتطرية الشعر وترميمه اوكي هتاخدي منه اللي هو اصلا بالزبادي بزور كتان مع شوية ميت خيار وحط عليهم حطة زيت زيت زيتون او زيت جسر ده بيعالج التأصيف بعد السبغة فين هنا ماسك اللي هو ارع العسل ارع العسل ارع العسل زيه زي البانانة زي الافوغادو كله فيتامينز يعني نضيفه ممكن نضيف موز ممكن نضيف ارع العسل ايو خليهم مرة جايا انت تعمل هن ايو انت شكليها مسافر يا سيت مش اذا موجودة هتلاقوني عفريت القلبة نطفت معاهم اذا سفرت احقولكو اشوفو شوكم بخير ودعولي في غربتك انت بتادي قدي هنا انا ما اقولش لأي حد انا مسافر امتى ولا قاعد قدي بغض النظر لما ترجعي او قبل ما تسافري نعمل موسك البرتقانده عيوني لكو والبلدي وعيوني لقناة النهار وانا بحبوكو جدا وعندي الحمدلله طاقة اقبية حاسة ان انا عايزة ادي تاني ولو ربنا تقول فاهم ري هكون موجودة مجموعة